توضيح حول وقعة شارة القيادة في المنتخب المصري كهربان تريزيجيه ينهون الأزمة أفاد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب المصري بأن هناك بعض التكهنات حول وجود أزمة بسبب شارة القيادة في صفوف الفراعنة وفي تصريحاته لقناة أوين تايم سبورتز أكد إمام أن الأمور لم تصل إلى مستوى الأزمة الحقيقية وأنه تم التعامل مع الموقف بفعالية وقد طلب محمود كهربان لاعب الأهلي في وقت سابق من المعسكر الوطني ارتداء شارة القيادة ولكن تلقى رفضا في البداية وفي خضم فترة راحة منحها المدرب البرتغالي روي في توريا لبعض اللاعبين بعد فوز المنتخب على غينيا نشأت الطلبات حول من سيتولى شارة القيادة في غياب محمد صلاح قائد للمنتخب إمام أوضح أن كهربان كان يروج لأنه الأقدم بين اللاعبين لكن تريزيجيه رفض هذا الطلب في البداية ومع ذلك تم تهدئة الوضع بشكل سريع وقبل مباراة جنوب السودان ارتد كهربان شارة القيادة بعدما قبلت تريزيجيه الأمر وارتبط الفريق بروح تعاونية قوية في الختام أكد إمام على عدم وجود أزمة حقيقية بخصوص شارة القيادة مشيرا إلى أن المدرب روي في توريا كان هو القرار النهائي في هذا الصدد مؤكدا أنه لا يعتبر الأمر مرتبطا بالأقدمية بل اعتمد على اختياره المبشر وتوجهته للعبين